ونصل الآن إلى فقرة الضيف ونناقش فيها اليوم تطورات الملف الفنزويلي ومعنا للمزيد حول هذا الموضوع مباشرة من الرباط المحلل السياسي الأستاذ إدريس قصوري تحية طيبة لك أستاذ إدريس قصوري بداية بعد شهور من المواجهة في فنزويلا بين النظام والمعارضة كيف هو ميزان القوة اليوم بالنسبة للطرفين برأيك شكرا يمكن أن نتحدث اليوم عن في فنزويلا كما ذكرتم بعد شهور من الاقترابات عن أزمة معقدة متشابكة وأدت إلى انقصامات وإلى عصيان سياسي ومدني واستفحل تحولت إلى أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية وهي تسيرنا اليوم نحو التحول إلى أزمة عسكرية لا يمكن أن نتحدث عن ميزان القوة سواء بين مادورو أو بين غوائدو لأن الشارع أيضا منقسم المعارضة متواجدة الأنصار متواجدون إنما هناك تطورات في الميدان تسير نحو تصعيد الأزمة وتفجيرها وإدخال الجيش كطرف من أجل حل هذه الأزمة السؤال المطروح إلى أي حد سيسير هذا التطور نحو هذا الحل طيب ما قراءتكم لآخر تطورات الملف خاصة نجاح المعارضة في الاستمرار في حاجة تأييد الشعبي رغم كل إجراءات النظام لكبح جماح هذا الحركة الشعبي في بينزولا التطور اليوم هو آت من جهة غوائدو بمعنى المعارضة التي رأت بأن الأشهر السابقة دخل الحراك المعارضة دخله بعض الجمود وبدأ هناك نوع من الاستقرار وهناك صراع في الخطابات والشعارات ما بين رئيس الشريعي وغوائدو وما بين مضرو إلا أن اليوم سجل هناك مؤشرات حاسمة إلى حد ما في اتجاه تصعيد نحو الحل العسكري يمكن أن نقول بأن غوائدو الآن يعمل على تصعيد الأزمة على الدفع بجرعة نحو الحل العسكري على اختراق الجيش وبالتالي كسبه لأنه هو الورقة الرابحة ثلاث مؤشرة حاسمة أولا تواجده ضمن طاقم عسكري حوالي 20 عسكري واستلاء على قاعدة بقرب من المطار ثانيا الدهاب لفك العزلة والإقامة الجبرية عن معارض مشهور له كلمته بمعية الجيش كذلك ودخول استضام وحشي لصيارة للجيش والأمن للأنصار هذه المؤشرات توضح بأن هناك انتقال نحو الحل العسكري طيب ماذا عن خارطة التحالفات الدولية دكتور قصوري بالنسبة لطرفية الساحة السياسية في فنزويلا هذه الأزمة وسعت وعمقت من الاستقطابات الخارجية الدولية سواء في إطار كتل أو تحالفات سواء برئاسات وتقدم روسيا والصين من جهة أو الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا من جهة تانية وعطت انقسام دولي وانقسام أممي في هذا الاتجاه رغم توسع قاعدة الاعترافات بالرئيس غويدو اليوم والتي تطالب منتقال بالنظام الفنزويلا من نظام التورا الذي يرأسه مادورو إلى نظام الدولة الذي هو نظام الديمقراطي نظام المؤسسات وليس نظام الأشخاص وبالتالي حل الأزمة سياسيا واقتصاديا هذا الانقسام يمكن أن نقول إجمالا بأنه يحيلنا على أجواء ما عرف في السابق بالحرب الباردة أيضا دخول روسيا لاستعادة مكانتها في النظام الدولي كقوة اليوم سواء بأزمة أوسيتيا الجنوبية سابقا أو أوكرانيا أو القروم أو الأزمة السورية واليوم الأزمة الفنزويلا وتشجيل حضورها فيها فإذا كان هذا الاستفاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تصعد من الضغط على نظام مادورو وتذهب نحو تفجير الأزمة من الداخل وتصعيد حدتها فنلاحظ اليوم أن ما سمي بفشل الانقلاب كان اللاعب فيه الكبير هو روسيا التي تعيق الأجندة الأمريكية في فنزويلا والتي تعيق حركة الولايات المتحدة وتحركات غويدو نعم في هذا السياق دكتور دريسيق سوري واشنطن لوحت بدورها بتدخل عسكري إذا تطلب الوضع ذلك ماذا يعني هذا الأمر برأيك هل فعلا ستكون أمام مرحلة حاسمة في الأزمة الفنزويلية مع تدخل واشنطن العسكري أظن أن واشنطن قطعت مراحل في تفاعلها مع الأزمة الفنزويلية من المطالبة بالديمقراطية والمراعة الحل السياسي إلى الضغوط الاقتصادية إلى التهديدات العسكرية إلى تكتل مجموعة من الدول التي اعترفت برئيسي الجديد وحشدي التعبئة له ثم إلى التهديد العسكري ولكن هي الآن لم تقم بأي عمل عسكري وما أظن أنها ستقوم به لأن هناك روسيا ومصالح الحيوية لروسيا ولن تدخل في حرب عسكرية مع روسيا لمصلحة البلدين هي تسير ليس نحو الضغط العسكري وإنما نحو الضغط المارين وهو ما لاحظناه اليوم بمحاولة ما يمكن كسب الجيش الفنزويلي نحو غوائدو وتركه ما دوره هو الحل الأنجع بالنسبة للولايات المتحدة وقد سجلت نقطة اليوم في هذا الاتجاه لأن مجموعة من العسكريين في الداخل انضموا إلى غوائدو وكسب نقطة في هذا الاتجاه وهي نقطة ضد ما دوره الذي كان يتحدث بأن الجيش إلى صفه وأنه لا يزال هناك في هذا الصف ونقطة أخرى تؤكد ذلك أننا لم نلاحظ رغم فشل القلاب لم نلاحظ بأن ما دوره أصبح عاجزا يشك في محيطه العسكري أو محيطه السياسي وأصبح عاجزا عن التحرك أو عن اتخاذ قرارات أو عن التصرف رغم عدم قدرته على اعتقال غوائدو الذي يقال بأنه وراء الانقلاب الفاشي أمام هذه المواجهات الدكتور غدريسك السوري المواجهات المعلنة وغير المعلنة بين الولايات المتحدة وروسيا من جهة بين غوائدو ورئيس الفينزويلي من جهة أخرى برأيك إلى أين تتجه الأمور في فينزويلا؟ ما هي السيناريوهات المحتملة؟ في فينزويلا تتجه الأمور نحو وهذا ربما لن يطلع كثيرا لأن الأزمة أصبحت إنسانية أكثر من أربعين ألف فينزويلي يغادرون نحو كولومبيا ونحو دول الجوار وأزمة إنسانية واقتصادية خانقة هناك كذلك تسجيل لحد الساعة أربعين قتيل تسجيل مئتين وتسعود وثلاثين معتقل كذلك ومئتين أربعين جريح بدون جرحة وقتلة هذا اليوم بشكل وحشي إذن لن يكون الجيش لن ينتظر كثيرا ولن يرحم كثيرا ما دوره سيتخذ موقف إن الجيش بشكل كلي وقادة الجيش وجنارات الجيش أو على الأقل ستتحرك فئة من الجيش وقد تكون هي الضباط الوسطى وبالتالي تحاول أن تغير الموازين القوى والمادية العسكرية التي هي لصالح ما دوره اليوم شكرا المحلل السياسي الأساد إدريس قصوري كنت معنا مباشرة من الرباط شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات